طبعا سلمة مثل ما لنا بالتقرير الدكتورة رولا سيداوي اليوم رح تجاوبنا على كتير ان الاسئلة لح تكون دقيقين اكتر ونعرف الفرق بين الطفل الخجول المهزب والطفل الانتوائي وكيف فينا نتعامل مع الطفل الانتوائي بشكل صحيح لحتى يمكننا نعدل شوي من هاي الشخصية كل هاي الاسئلة رح تجاوبنا عنا دكتورة تنال اليوم يسعد صباحك دكتورة صباح الخير يسعد صباحك دكتورة رولا يمكننا نحكي تحت الهواء قبل ما نبلش الفقرة ونحن هو فرح يعني العباس دايما نتعذب عم تقلك مشاغب ما نهو انتوائي ابدا ما نهو خجول ابدا هذا الطبيعي هذا الطبيعي يكون اجتماعي طيب خلينا نحكي الفرق ايمد بنقول انه الهداوة اللي موجودة عند الطفل زايدة عن لزوم راحة صوب الانتوائية ولا لا هذا عادي يعني انه هو مهزب وليش هيك قارنينهم ببعض يعني اذا كان انتوائي معناته انه هو مهزب واذا كان مشاغب واجتماعي معناته هو كتير مهزب هلا بداية عن الانتواء او الخجل هو نتيجة من نتائج الخوف يعني هي بنظريات علم النفس هلا نتيجة من نتائج الخوف هلا بيتأثر على قدراته على تقدير ذاته بالنسبة للطفل على قدراته الحركية حتى الزهنية حتى التركيز بالماد الدراسي اذا كان هو بالمدرسة طبعا هلا ذكرتي من شوي حضرتك انه امتى منقول هو خجل زايد وامتى منقول لا هو خجل طبيعي هلا هون نحن عنا في عنا عدة اسباب اسباب الخجل واسباب الخجل الزايد وهي اهم سبب من الاسباب هو التربية بشقيها السلبي او الايجابي دكتورة طب خلينا نعرف نحن اسبابه بشكل مفصل وامتى نحن بنقدر نكتشف فعلا هلو الطفل هو عم يستهجن يمكن غير امه وابوله مثل ما بنعرف ببداية تكوين الطفل بيتعرف على هدول الشخصين او العائلة المقربة كتيره بيستهجن يمكن او بيستغرب بقية الاشخاص وامتى فينقول فعلا هذا خجل وانطوائي تمام هلا نحن بنقول دوما انه لنا التربية بشقيها السلبي او الايجابي اول امر بينشأ عليه الطفل هو بيشوف والدي كيف بيعلموا كيف بيربوا اذا كان عندهم خجل زائد خجل خارج عن الهلا الخجل مطلوب وامر طبيعي بس بحدوده الطبيعية لا زيادة ولا نقصان لما بيشوفوا الاب انه الطفل عم يبدي سؤال قدام الناس او حتى قدام مثلا اخواته كل لا ما بصير هيك تسأل لا عيب لا الطفل طبيعي بده يسأل وبده يتعلم وهدا حقه الطبيعي ليتعلم ليتزيد ادراكاته العقلية والزينية فهو لما كل مرة بيقوم باسكاته ومعناته هون عم يوجهوه ناحية الانطوائية اول شي خجل بعدين انطوائية تربية الاهل اسلوبهم هنن في بعض الاهل بيعتبروا انه وخاصة احنا من اكد عدور الام لان هي مع طفلة بيعتبروا انه الخجل هو امر محبب هو من الاخلاق والادب هلا هو بامره طبيعي لكن لا بتخليه يطلب طلب ولا يسأل حتى لبعض الامهات بتقول لابنه انه حتى على مستوى الانسة ما تسأله بالصف فهون بيصير ناحية الانطوائية في عنا اسباب كتيره كمان قسوة على الطفل يعني عنا قسوة زائدة على الطفل بتسبب له امام الرفاق وامام المجتمع خجل وانطوائية حتى اكتر من خجل مشكلة نفسية وعنا بالمقابل بالنقيد كمان حنا بنقول دلال المفرد الزائد كمان بالبيت فهو بشو بصير اخت كل راحته بروح المدرسة والمجتمع بصير عنده خجل زائد انا ما رح يوفروا لك المتطلباته اكيد طيب هون بينشأ في فرق بين شخصية الطفل شخصيته بالبيت بالتالي الاهل ما بيقدروا يعرفوا اذا هو عم بيعاني من مشاكل بيكون متفاعل بالبيت كتير متل ما قلتي بروح المدرسة بيلاقي في مشكلة انه ما عم مقدر يتفاعل مع المحيط لانه مو نفس التجاوب من الاهل شو سبب هاي الحالة وكيف ممكن يتم التعامل معه بتكون سبب الحالة هلا هو بالبيت نحنا قلنا اذا كان في قسوة زائدة هو ما رح بيشعر انه حقوقه مو متوافرة يعني هلا حكيت مع الاستاذة من شوي انه الطفل الطبيعي يكون ما عنده يعني ما عنده هذا الخجل بيسألوا امر طبيعي طبعا منعلم ابنانه بيك تطلب طلب لو سمحتوا بأدب هذا امر طبيعي ومحبب وضروري للطفل الادب الاحترام احترام الكبير هذا حلو بس مو نعلمه انه لا تسأل لا تطلب احيانا ممكن بعض الامهات بيستحبوا اطفالهم بزيارة بيقولوله انه حتى لو قدموا لك ضيافة لا تاخد عيب طب هو هون بيصير بيغجال هو هذا امر طبيعي وحقه يعني اكيد هو طفل انا بعتبر الطفل مثله مثل الكبير له حق يعني اكيد فهون النقطة الام بتأكد على الطفل بيطلع للمجتمع هو محروم من ابسط حقوقه بصير بيخجل من رفاقه لما يكون محروم من ابسط حقوقه فهو بيخجل امام رفاقه طبعا احنا ما عم نقول الدلال الزائد نعطيه للطفل نعطيه كل شيء مباحقله لا لكن بيشروط وبحدود وبتوازن حتى يشعر انه مثله مثل رفقاته ممكن انا ما امن لطفلي امر معين انا ما فيني باستطاعي المثال القدراتي ما بتقدر المادية لكن انا ممكن اشرح له انه هل فترة بعد فترة بتتحسن بيجيب لك ياها ما خليها نقص بنفسه هذا امر بالنسبة للخجل لما نروح للطرف الثاني الانتوائية هي نتيجة الاكتر القسوة على الطفل والضغط على الطفل انه لا يسأل ولا يتكلم حتى اذا حدا سأله ما يجيب يعني فهون كتير من اكد حتى احيانا مثلا في نقطة اني بأكد عليها للامهات بيكون بمكان بيجي بدي يسلم بدي يسلموا على الطفل فهنا بيوقفوا بقولوا لا لا خليكن فهو بيشعر شوي بيحسره بنفسه يعني انه لا هذا الطفل يعني لو امره خمسة سنوات اذا حاب حدا يقوم يوقف سلم عليه يحاكي انه يتركه بأمره طبيعي تمام تبطر السؤال انت تبلش تتبلور شخصية الطفل انت بتحسي انه نحنا فعلا قادرين نتحاور معه بعض الامهات سلمة بيقولوا بنبدا معه من الشهور قبل حتى ما ينطق نحنا من حاكي لانه الطفل كان بالعقل الباطن بيخزن وبعدين يمكن بيفرجينا هذا الشي البعض الاخر بيقول لا من عمر الخمسة سنين لست سنين فانتا نحنا منبلش نكون قادرين على الحوار اقناع الطفل وحتى تغيير السلوك فيه هلا نحنا منقول انه من عمر الاشهر سبع اربع خمسة شهر او ستة شهر بيبلش بيلاحظ بيتابع الام بحركات بنظراته دوما هلا بيكون اله هو شخصيته بس لسه ما بيتكلم بس اذا ما وجوبنا نعرف شوبه هلا احيانا بتلاقي بفترة هو متدايق بتجي الام بتكاغيله وبتحكي ما هو بتلاقيه عم يضحك فهو بحاجة هي نفسيا طبعا بعد ما يبلش يحكي بالسنتين ثلاثة هون بتبلش شوي شوي تبلور شخصيته دائما الطفولة القاسية بتأثر على مراهقته بشكل سلبي بشكل كبير جدا يعني ما نقول نحنا حياة قاسية على الطفل المراهقة وفرطة للشباب هلا اللي حنرمم بيصير فيه ترميم لكن بيصير بصعوبة ممكن التفولة هي الاساسة اساس هي التفولة احنا نقول النواة الاولى الاساسية بالاسرة فهنا نهتم كتير نعطيه حقوقه حرية الاسئلة والتكلم والتصرف طبعا وقت نقوم بمكان امام شخصي كبير بلعب نقول له هلهم تحترموا انت مسلا قاعد مكان اجا شخصي كبير هم من علموا الاداب والعادات الحسنة والاخلاق انه لازم تقوم له هاد الرجل كبير او امرأة او مع اغراض ممكن تساعد هاي ضرورية لكن فيه امور معين ان هو بدي يسأل ما بيسي نقوم باسكاتو نعطيه نعزز له قدراته ومهاراته بده رسم بده موسيقى بده العاب بده احيانا البزل تركيب احيانا ميكانه نحنا بنقول هذا كتير وخصوصي للصبيان تركيب السيارات فيه كتير امور حتى عنات الان لا معنى انه نحنا نعلمه هالالعاب المفيدة نضل بمراقبة من بعيد لبعيد للطفل نعم طيب دكتورة بشكل عام مشكلة الانطوائية هل هي مشكلة صعبة انه الام تلحقها ولا لا فيه امكانية غير هاي الاساليب لانه هاي المفروضة موجودة بكل تربية الطفل سواء عنده مشكلة او لا هل فيه اساليب ممكن تتبع الام مع طفل الانطوائي ليتخلص من هاي المشكلة بسن مبكرة اكيد هلا فيه اساليب اول شي بتكون اذا كان بالمدرسة تواصل مع المدرسة مع المرشد التربوي هلا انا بقول مشكورة جهودة دوما انه وزارة التربية دوما حاطة انه بكل مدرسة مرشد تربوي موجه تربوي جدا مفيد لانه قد يكون هو اقرب للطفل لانه هي مهنته هو خبرة بهذا الامر فهي كتير بتساعد الاهل اول امر امر الثاني نخليه هو يعبر عن نفسه وعن ذاته الامر الثالث ان ندخله بنشاطات الاجتماعية سواء تعلم الرياضة كرة قدم او مثلا سلت اي نشاط ريادي خاصة لا اذا بنات او يعني صبيان او بنات مسرحيات احيانا بتصير بالمدرسة بالنوادي هاي كتير بتعزب الام ويمثل دور بصير هو بشعر بحرية ممكن انا بقول دوما للام انه بالبيت تخلي نعمل مثل لعبة امام الطفل الانطوائي انه كل واحد عنده مثلا امر معين حابب ينفزه خلي كل واحد يحكي رغبته مرة مرتين بصير بتشجع بيحكي امام الاسرة بعدين امام العائلة الابعاد بعدين امام رفاقه بعدين بصير بينطلق هذا الامر هلا هي الانطوائية تعد من يعني من اقل مشكلة نفسية هي خطورة عندك العدوانية والكذب والسرقة هدول اصعب لكن الانطوائية هيتعتبر اقل مشكلة نفسية وسلوكية لكن بدها متابعة حتى ما تستمر لانه الانطوائية بالطفولة يعني مقوله طفل لما يصير بالمراهقة مشكلة بصير معاعد بديه يتواصل مع اهله نصل لمرحلة بصير مرحلة الاكتعاب تمام وبالمقابل اذا كان عدواني كمان بصير بحالة التمرد تماما تنمر اكيد كل مشكلة صغيرة رح تكبر اكتر وصير اصعب حلة دكتورة دائما الامهات اصحاب الطفل الوحيد تلاقيهم عندهم حالة خلاق اكتر من غيرهم حل الطفل الوحيد هو اكتر عرضة للانطوائية خاصة اليوم يمكن ما عد فيه عندنا كثيرة يناخد الولد نشاطات اجتماعية الخوف عند الامهات ما الكلب العمر الصغير هو بيقلك مستعد انا ابعته هلأ بهذا العمر ان كانت سنتين ونص او حتى ثلاثة دائما دا صحة هذا الشي وكيف فيه الام تتعامل مع الطفل الوحيد هلأ الطفل الوحيد هي الام بامكان انه يتخليه يندمج مع رفاقه مثلا مع محيطه او بتخليه انطوائي هلأ اذا انطوائي بيعاني من بالكبر بالمراهقة هو بدي يتعذب ويعذب الام الطلاب يعني بدي يروحوا على المدرسة فهون بدل ما يعني صار فيه موجود ممكن نشاط ريادة ما يكون فيه ضغط الطلاب ممكن نشاط اجتماعي ندوة رسم يعني شي ما يكون عدد قليل انا بيختر له هذا ومتوافر يعني موجود دائما ممكن مثلا بتعرف صديق له او صديقين تدمجوا معهم دوما بنشاط معين حتى يجي لعنده على البيت او يروح لعنده وتضمن هو كمان تربيته وسلوكه لأولاد العام بعدين بيطلع شوي شوي لرفقاته بالمدرسة هو يشعر بنقص وما رح يرمم هالنقص غير لحتى يكبر يصير عنده بالجامعة فهو بدي يتقلم شوي شوي ممكن الام اذا كانت مجغولة عن ابنه ما تشعر بهذا النقص اللي عند الطفل يعني ممكن تكون هي موظفة عاملة الى اخر هي فهون ضروري نأكد انه هي تدمجوا مع اصدقاء لو لو له صديق واحد يعتبروا هذا اخ له هذا كتير ضروري للطفل اكيد يعني نصائح متعددة اليوم قدمت لنا ياها نتمنى كل الامهات اللي تابعوا الفقرة يكونوا استفادوا منا شكرا لك دكتورة اهلا وسهلا شكرا لك شكرا كتير لك دكتورة لكل المعلومات اللي قدمت لنا ياها شكرا